اشتركوا في القناة في اياب دور الستاشر لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم وسجل اللاعب المغربي حكيم زياش هدف التقدم للفريق اللندني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الاول للقاء المقام على ملعب ستانفورد بريج في العاصمة لندن يذكر ان مباراة الزهاب انتهت بفوز تشيلسي على اتليتكو مادريد على ملعب ارينا ناسيونالا في العاصمة الرومانية بوخاريس تشيلسي يتقدم على اتليتكو مادريد بهدف العربي المغربي المتقلق حكيم زياش نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الشوط التاني قلولنا رأيكم في الهدف في التعليقات وعملولنا لايك واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته